السلام عليكم اليوم لدي عدة كروت للتصليح وسأبدأ بكرت الاتيكس لتالاف وستينتي آي من جيجا بايت التي لم أصلحها بسبب الحالة السيئة التي وصلت لها فالصدأ يملأ كل أجزاء الكرت وشيبه مستحيل إعادة تغيير كل هذه القطع ولا أعرف ماذا حصل لكرت لتصل لهذه الحالة ومع أنه لا يظهر أي قصع عليها فلا يمكن أن أعرف إذا كان القلب ما زال جيد أو لا وإن كان أي شخص لديه كرت بهذه الحالة فالأفضل أن لا يحاول تشغيلها كليا لأنه يمكن أن يخسر القطع المهمة في الكرت مثل القلب والفيرام وأفضل حل هو نقل القلب لكرت آخر وتجربته فيها لكن في الوقت الحالي لا يوجد دي أي كرت إضافي لهذا سأضعها في الجانب في الوقت الحالي وثاني كرت لدينا اليوم هي الجي دي إكس 1660 سيبر من أمس آي ومشكلتها في الغالب هي إما شاشة سوداء بعد الدخول إلى الويندوز أو كراشات وخروج من الألعاب وقد قمت باختبال الفيرام ولم يعطيني أي مشكل لكن عند القيام باختبار الضغط تبقى الشاشة سوداء وقد مر علي هذا المشكل عدة مرات في السابق ويمكن أن تراه عند فتح الكرت وهو أن الثرم الباط بالكاد يلامس الفيرام في الأسفل وهذا الشيء سيء جدا خاصة للفيرام جديد يار 6 أو أعلى بسبب الحرارة الخاصة بهم وهنا سيكون علي تخميل الفيرام المتعطلة وقد بدأت بالواحدة التي هي في الوسط لأنها في الغالب تتعرض للحرارة بشكل أكثر من القطعة الأخرى وبعد تغييرها قمت باختبال الفيرام مرة أخرى لكن بقي نفس المشكل فغيرت الفيرام الثانية هذه المرة وكنت بالتجريب مرة أخرى والنتيجة أن الكرت عملت في اختبال الفيرام هذه المرة فنظفتها تاليا وغيرت المعجون الحراري ويمكن رؤية أن الثرم الباط التي سببت المشكلة لا تلامس أي شيء تقريبا حتى من الأسفل وللأسف لا يمكن فعل أي شيء لهذه الكرت وقد تكلمت عن هذا المشكل سابقا والشيء الذي يمكن فعله هو زيادة سرعة المراوح والأندر فولتين ولكن لا يوجد أي حل نهائي فحتى لو حاولت إضاقة ثرم الباط في الخلف فسيكون بلا فائدة لأن الباكت ليس مصنوع من البلاستيك وهو ناقل سيء للحرارة والكرت الثالثة هي الـ 1060 Ti من جينوارد والمشكلة فيها هي ظهور خطوط عند الوصول إلى شاشة الويندوز مع عدم تثبيت الدرايفر وإذا شاهدت الفيديوهات السابقة فيمكن تعرف أن المشكلة هي من الفيرام الـ XFF5 من Hynix لكن هناك شيء آخر عن هذه الكروت فقد وصلتني الكثير مثلها مؤخرا ورغم وجود ملسق ضمان إلا أنه تم التسخين عليها من قبل وهذا واضح من آثار الفلاكس وآثار التلحيم عليها والشيء المشترك في هذه الكروت هو أن الفيرام التي تعطي أخطائه هي C0 وأظن أن هناك شخص ما يقوم بالتسخين على هذه الكروت بدل محاولة تصليحها بطريقة صحيحة وهذا شيء ينقص من نسبة تصليحها بشكل كبير جدا وعلى كل حال نزعت كل الفيرام وغيرتها بفيرام من نوع سامسونج وبعد الانتهاء جرت الكرت لكن بقي نفس المشكل فنزعت الفيرام التي تعطي أخطاء وفحصت الخطوط المتصلة مع القلب فوجدتها جيدة ولا يوجد بها أي مشاكل فأعدت تتبيثها مرة أخرى وسبب صعوبة تلحيمها هي التسخين السابق الذي أدى إلى انتزاع الطبقة السوداء التي تأتي في الأعلى وتمنع تلاسق الكورات وبعد الانتهاء جربت الكرت مرة أخرى ومر اختبال الفيرام بشكل عادي ونفس الأمر على فيرمارك لكن هذا الشيء لا يعني أن الكرت قد صلحت لأنها تحتاج الكثير من الوقت للتجريب وقد يعود المشكل إذا كان من القلب وآخر كرت معنا اليوم هي RX-1700 XT من XFX التي أصبحت تظهر في كل فيديو تقريبا والمشكلة فيها هي شاشة سوداء مع أن الحاسوب يتعرف عليها فقمت كالعادة باختبال الفيرام الذي أعطى خطأ في الفيرام C فنزعتها تاليا وفحص التوصيلات مع القلب وكما توقعت وجدت بعض البينات لا تعطي أي قراءة أي لا يوجد أي اتصال مع القلب فنزعته تاليا ونظفت اللحام القديم ولم أجد أي بينات منكسرة فكنت بالريبال للقلب والفيرام وكنت بإرجاعهم وبعد الانتهاء جربت الكرت وظهرت الصورة بشكل عادي فنظفت الكرت وغيرت المعجون الحراري وجربتها أكثر تحت الضغط وظهر كل شيء جيد وفي الآخر إن أعجبك هذا الفيديو فلا تنسى دعمنا باللايك واشتراك سلام